اشتركوا في القناة بنفس الوقت تبغى تسوي بريزنتيشن مرتب الفيديو بينقسم الثراثة اجزاء في البداية بنشوف طريقة استخراج الملفات بPDF فرمات من الرفت وفي الجزء الثاني بنشوف نفس الخطوات لكن من الاوتوكاد وفي الجزء الاخير بنشتغل على الفوتوشوب فانت انتقل للجزء اللي تحتاجه خلوني الان ننتقل للرفت ونبدأ الخطوات العملية الخطوة الاولى اللي نبغى نسويها برفت انه تكون الحوائط عندنا فيل باللون الاسود فندخل على الفيزابلتي جرافك اما نضغط VV على الكيبورد او VG او من البروبراتيز ننزل للفيزابلتي جرافك ونضغط على edit بعدها نضغط على W على الكيبورد بحيث انه ينزلي للوولز بسرعة ومن الكت من عند الباترن ننزل عليها نضغط على override ونختار من هنا للفور جرامد الباترن انها تكون solid fill والكالر يكون لونه اسود نضغط على OK وOK بعدها نضغط على OK لكن هنا بسوي cancel لانه هنا اللي حاصل انه ضغطنا على نفس الول نضغط على اي واحد منهم بعدها من edit type نروح لconstruction تحت نضغط على edit وبعدها نضغط على نفس الماتيريال من هنا ومن graphics نزلنا للcut pattern والforeground ضغطنا على نفس الشي انه نختار solid fill ومن color بيكون اللون الاسود نضغط عليها ونختار اللون اللي نبغى نضغط على ok وok فالطريقة الاولى اسهل لانه بتسوي كل الحوائط مع بعض الطريقة الثانية بتاخذ شوي وقت الخطوة اللي بعدها انه احنا نحتاج انطلع الحوائط ب bdf منفصل وباقي الفرنجر والكمبوننت واي شي ثاني نبغى bdf ثاني فاسهل الطريقة انه نسوي كذا نحدد بس على اي واحد من الول وبعدها نروح لل temporary hide اللي هي هذه ال glass icon ونختار isolate category بعدها عشان نحفظها bdf اما انه نروح ونضغط على print icon من هنا من الاعلى لو كانت ما هي ظاهرة عندك ممكن تنزل بالسهم اللي موجود من هنا وتحط عليها صح فبتظهر لك في الاعلى او انه من file نروح لprint ونستخدم shortcut control b فمن هنا بالبداية نختار ال printer انه يكون bdf من هنا من option تختار لو ما هختار لك bdf وبعدها هنا تختار مكان اللي يحفظ فيه لهذا الفايل تروح ل browse وتختار الملف اللي تبغاها تنحفظ فيه وبعدها نروح لل setup ونشوف باقي الاختيارات من هنا ال paper size حجم الورقة ممكن نختار يكون اه اي توم وبعدها تكون في ال center ننزل نخليها zoom 100 بحيث انه يكون على نفس ال scale اللي احنا اخترنا نخليها في ال center المكان ال placement لها بعدها في ال appearance هنا مهم انه نخليها presentation بحيث انه تكون quality عالية وال color من هنا نخليها color وفي ال orientation اما انه نبغاها landscape او portrait يعني طولي او عرضي اختار على حسب شكل المخططة اللي عندك فهذه الاختيارات اوكي نضغط على اوكي لا ما نبغى نسوي لها save no مشكلة بعدها نضغط على اوكي هنا بيسألنا هل نبغى نظهر الاشياء اللي احنا سوينا لها hide او نتركها زي ما هي في ال hide and isolate mode فنختار leave it نخليها بحيث انه احنا ما نبغاها تظهر لنا من هنا نختار المكان اللي نحفظ فيه الملف اوكي وممكن نسميها walls ونضغط save الخطوة اللي بعدها انه نبغى نطلع باقي الاشياء نرجع لنفس ال icon ونحط reset بحيث انه يرجع لي كل شي باقي الاشياء اللي نبغى نسوي لها hide مثلا ال dimension line والgrade والsection cut ما نبغاها تبام معانا فممكن نمسكها ونسوي لها hide وايضا ال walls ما نبغاها تبام معانا فنختار hide عفوا نختار ما نختار hide elements نختار hide category لانه كل ال category ما نبغى يبام معانا بحيث انه يسوي لنا اياها بسرعة وبرضو هذا ال wall نختار hide category فبكذا بقتلي باقي الاشياء لو اي شي تبغى تسوي له hide ما تبغى يبان نختار hide category فبيسوي له hide كلها لو في شي تبغى تسوي له hide بس ما تبغى الكاتيجوري كله بس ال element نفسها ممكن تحدد عليه وتختار hide element فبكذا هذه الاشياء اللي بقتني نعيد الخطوات مرة ثانية نضغط على ctrl b وبعدها نجي هنا نختار هنا المكان الملف مختاره صح وبعدها نروح لل setup بس نتأكد انه نفس اختياراتنا انه هات a2 وسنتر zone 100 ومكانها صح نروح ل preview بس نشوف عشان نتأكد بعدها نضغط print ونضغط على ok بحيث انه نحفظها نفسش سؤال نتركهم مخفيين الاشياء اللي احنا خفيناها وبعدها نسميها مثلا plan ونضغط على save فكذا حفظنا المخططات من الرفت وعندنا المخططات جاهزة انه نشتغل فيها في photoshop الان بننتقل للاوتوكاد ونشوف كيف نتعامل مع المخطط اما في الاوتوكاد الخطوات ايضا جدا بسيطة وسهلة وسريعة في البداية لو تبغى تسوي hatch للولز ولسه ما سويت كل اللي عليك تسويه مثلا عندك هذا الول بس اهم شي يكون بمكان مسكر يعني تتأكد ان الول مقفل وبعدها تروح للهاتش وتختاره انه يكون solid وتجي وتضغط عليه تضغط على enter بحيث انه يكون فل بهذه الطريقة بعدها تختاره وتروح وتحط الهاتش باللير الصحيحة بحيث انه بعدين تتحكم باللير بسهولة الخطوة الاولى اللي نبغى نسويها انه نبغى نخلي الولز بس هي اللي ظاهرة معانا فنتحكم فيها من الليرز نحدد على كل الليرز من البداية للنهاية نضغط على shift ونقفل اللير نخليها off وبعدها بس نشغل الليرز اللي فيها الول والفل فهذه هي ال two layers بعدها نفس الشيء من هنا نضغط على هذه الايكون ولو ما كانت موجودة بس هي بلوت بدال print هي هنا ومن الاوتوكاد ايكون نضغط عليها ونروح print او نفس الرفت نضغط على ctrl b فمن هنا نجي في البداية نختار البرنتر تكون pdf ونختار حجم الورقة من هنا وبعدها ال display نختار window ونختار المكان اللي فيه بس الرسمة نختار انه يكون center نشيلها فت ونحط skill اللي احنا نبغى وبعدها نختار من هنا style انه يكون مثلا black and white ونختارها تكون الاتجاه لها تكون portrait بدال landscape من هنا لو تبغى تشيل line weight او تخلي اذا فيه اي layer تكون transparency من هنا ممكن تتحكم فيها بعدها لو تبغى تشوفها هنضغط على preview continue لو كانت اوكي اضغط على علامة print واحفظها بالمكان اللي تبغى مثلا نسميها واحد طبعا احنا ما رح نحتاج اللي من رفت ومن كات بس انا حابة اوري الطريقتين بحث البرنامج اللي انت تبغاه نضغط على save الخطوة اللي بعدها انه نبغى نعكس الطريقة نضغط على layers نحدد عليها كلها نفتحها وبعدها هننكفل layer اللي فيها الول والlayer اللي فيها الفل وبعدها لو فيه اي layers ما نبغاها نستخدم هذه الايكون نضغط عليها بحث انه ننقفل layers اللي ما نبغاها بسرعة فتقريبا كذا سكرنا كل اللي اللي ما نبغاها الان لما نروح لل print بحث انه احنا لسه سوينا نفس الخطوات بس نروح ال previous فبيجيب لنا ال previous الاختيارات اللي احنا اخترناها نضغط على preview بس عشان نتأكد ونضغط على continue فمن هنا خلاص هذه الاشياء اللي عندنا بعدها نضغط على علامة print ونضغط على save نسميها ونضغط على save فهذه الخطوات في AutoCAD الان بنشوف كيف نشتغل على هذه المخططات في photoshop نفتح المخططات اللي اشتغلنا عليها نضغط control O على الكيبورد او نروح من قائمة file ونضغط على open نختار الملف اللي حفظنا فيه المخططات نختار المخططات ما يفرقها لحسب انت اشتغلت بCAD او مرفت اخترت المخططات اللي طلعناهم من AutoCAD نضغط على open بعدها نضغط على OK نسحب المخططين بنفس الملف نسحب هذا للثاني بس نسوي له drag وبعدها نسكر المخطط الثاني خلاص ما نبغى no need to save وبعدها نسوي crop بس نوسع المكان اما ان نختار اداة الكرب من هنا او نضغط حرف C على الكيبورد لو نبغى نسوي نوسع المسافة او المساحة حوالين الاربع جهات بنفس المقدار نضغط على alt ونتحرك باتجاه الزاوية بهذه الطريقة لو نبغى بس من فوق وتحت نختار فوق وتحت مع alt او من يمين ويسار بهذه الشكل فممكن بس شي بسيط نضغط على alt ونكبرها بهذه الصورة وبعدها نضغط على V او نروح نختار بعدها نتأكد بس ان المخططين تكون فوق بعض بالضبط مثلا من فوق ومن جنب بعدها نسمي اللير بحيث انه ما نتلخبط يعني هذي اللير للوول نضغط double click ونسميها وول وبعدها اللي تحتها نسميها بلان ونلون اللير لو نبغى نميزها مثلا الوول تكون باللون الاحمر مجرد نضغط double click ونختار اللون اللي احنا نبغاه الان نضيف layer تكون خلفية لبلان ونضيف ايضا layer ثانية نضغط على plus ونلون هذا اللير باللون الابيض نضغط هنا alt و backspace بحيث انها تتلون بالابيض او طريقة ثانية نروح لل edit وبعدها نختار fill ومن هنا نختار او لو نبغاها ابيض او اسود نختارها من هنا او نختار الكلر ونختار اللون اللي نبغاه وال background color هو اللون هذا الاختصارات لها اما alt و backspace او control و backspace لل foreground color وال background color اختار الطريق اللي تعجبك فممكن بس نستخدم الاختصارات الان نضغط alt و backspace بحيث ان ننعبي باللون الابيض الان نبغى نسوي هذا ال layer clip على layer الول بحيث ان اللون تتلحول اللي باللون الابيض نضغط على alt ونضغط على ال layer اللي تحتها فصارت ال walls الان عندي باللون الابيض نروح للخلفية ونعبيها باللون الاسود نضغط على control و backspace فصارت لي في الاسود الان ال plan نفسها نغير اللون الابيض نضغط double click ونروح لي color overlay وبعدها نختارها باللون الابيض وممكن نقلل او نزود الوباستي نضغط على اوكي هنا حطينا الولز layer او bdf مختلف عن الفرنجر بحيث انه لو نبغى نتحكم باي layer تكون عندنا حرية اكثر يعني لو جينا للبلان ونبغى نغير الوباستي ممكن نجي ونقللها بحيث انه تكون الولز ظاهرة عندي اكثر في المخطط فهذا بكل سهولة طريقة جدا بسيطة وسهلة ومو شرط يكون الخلفية لون اسود ممكن تضغط عليها double click وتجرب الوان ثانية نروح لcolor overlay ومثلا نختار لون ثاني المهم انه يكون اللون غامق بس نسحبها الهين بحيث انه نشوف لو نبغى هذا اللون مثلا اوكي بس نجيبها لهذا الاتجاه ونشوف اللون اللي نبغى نضغط على preview بحيث انه نشوف before and after لو نبغى اي لون ثاني مثلا من الوان الاخضر غامق او شوي افتح او نروح للون الازرق فاختار اللون اللي يعجبك فهذه الطريقة جدا سهلة وتساعدني من نسيب presentation جدا بطريقة حلوة مثلا نختار اللون الازرق هذا نضغط على اوكي نضغط على اوكي وممكن نضيف بعض الاسجار بحيث انها تعطي شوي حيات للمخطط نضغط ctrl o نختار مثلا هذه الصورة حطيتلك مجموعة من المواقع في الوصف تقدر تنزل منها صور بي ان جي بحيث انها كذا تكون بدون خلفية وتختار منها مجموعة من الصور تستخدمها في البرزنتيشن وكلها مواقع مجانية فلا تنسى تشوف الروابط اللي حطيتها في الوصف نختار اي صورة نبغاها نختار الماركي تول او نختارها من هنا ونختار الشكل اللي نبغاه بعدها نضغط ctrl c to copy وبعدها ctrl v ونسحب اللير هذي للبلان نحطها بالمكان المناسب هي هذي نحطها بالمكان اللي نبغاه نسوي لها resize بحيث ان يكون حجمها مناسب نسميها بحيث انه ما نلخبط بعدين وممكن نسويها في group نضغط ctrl g او نختار groups تكون من هنا ونسوي منها مجموعة من النسخ ممكن نعطيها اللون الاخضر ونضغط على ctrl j بحيث ان نسوي منها نسخة ثانية ونسحبها نسكر هذي الخلفية نضغط على look بحيث انها ما تتحرك ونسحب هذي بالمكان اللي نبغاه ممكن نسوي لها resize نرجع للأولى نسوي لها ctrl j نصغرها نخليها جنبها يعني نحط مجموعة من النسخ بعدها نغير لون الشجر نروح للgroup نفسه نضغط double click ونروح للcolor overlay ونختار اللون يكون اللون الابيض نضغط على ok لو تبغى تقلل الopacity ممكن نقلل الopacity من هنا ونضغط على ok وهذي الطريقة بكل سهولة كذا تقدر تسيب presentation بطريقة جدا بسيطة وسهلة بنفس الوقت شكلها حلو والهين نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو اتمنى يكون بسيط وسهل وواضح لو مهتم في هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس بنزل فيديو جديد كل نهاية اسبوع وبقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك وشاركت الفيديو مع اصحابك وزملائك في العمل لو عندك اي سؤال او استفسار اترك ليه في التعليقات وبرجعلك في اقرب وقت واخيرا اشكرك جزيل الشكر على المشاهدة واتمنى لك كل التوفيق في امان الله موسيقى موسيقى